في جامعة الساحل في باماكو أهلا بك سيدي أهلا وسهلا سيدتي أهلا وسهلا بكل المستمعين أهلا بك بداية أساد من بين أولويات المباحثات بين الرئيسين الجزائري والمالي الذي يزور الجزائر اليوم سبل الالتذام وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مصارى الجزائر طبعا الذي تم الاتفاق عليه منذ حوالي 6 سنوات برأيك كيف سيدعم هذا اللقاء اتفاق 2015 نعم شكرا لك وشكرا لكل المتابعين لقناتكم الموقرة وشكر موصول لشعب الجزائري شكرا لك فحقيقة الزيارة هذه حتى نحن نراها أنها جاءت متأخرة بكون حقيقة دور الجزائر معلوم ومعروف في دعم سبل السلام والأمن السلماني معروف قديما وحديثا ودائما فكون الرئيس الأعلى الحمد لله هو مهتم جدا بتنفيذ اتفاقية بلود هذه اتفاقية ولذلك كنا نرى منذ أن تولى السلطة صحيح وهو قام بالجولات إلى بعض دول ضرب فريقيا لكن كنا نرى عن طوطية أو الأولولية للزيرة الجزائر لأن دور الجزائر يعني ومعند أجزاء من خبرات في محاربة محاربة الإرهاب وفي تعزيز الأمن والسلم يعني دور كبير وليس مفصي على أحد فلنرى كان علي أن نبدأ بذلك ولذلك لا نستبدأ أبدا أن إن شاء الله كما تفضلت الكون الجلسة تمت في كدال برعاية الزائر فحيلا سعيدنا كثيرا ولنستبدأ أن هذه الزيارة ستكون أيضا زيارة خير في نتواتي الجميع إلى تنفيذ بنود هذه الاتفاقية هذا ما نردو إن شاء الله نعم إن شاء الله طيب أستاذ ما هي أهمية الإعلان عن اتفاق السلم والمصالحة في مالي وكيف تلقت المعارضة والحركات المسلحة في البلاد المضي في تجسيد بنود هذا القرار أولا أهميتها كبيرة جدا وإن كان فيه خلاف حول بعد البنود ولما الاتفاقية بصفة عامة استقبلت بترحيب وبقلوب راحبة جدا وبخاصة أنها تمت عن طريق الجزائر فهي دولة مسلمة وكذلك المتمردون والذين كانوا يقفون معهم أكثر هم يعني إسلاميون إرهابيون فإذا كان يقوم الإسلام فليسو أعلم بالإسلام أكثر من الجزائي فلذلك الشعب رحب بإتفاقية بقلوب وبسدور راحبة إلا أن فيه خلاف على بعد هذه البلود هذا بطبيعة الحال أي بشر لا بد أن يقفل على بعد النقاط ما هي ربما أهم البلود المختلف عليها هي وضعية مدينة كدال يعني مدينة كدال يعني الذي يفهم كأن ستعطى نوعا من السلطة المركزية ففعلا نرى أنها تشبه الاستقلال منه من مجرد المركزية ويؤكد ذلك حتى الآن تجد أن لمدينة كدال حقيقة المعاملة خاصة تخلف عن معاملات لكل المحافظات الأخرى فهذا تحفظ فيه تحفظ كبير جدا جدا لكن على العموم جاء في حينه فكان سوابا في إيقاف الحرب وفي إيقاف سيلان الدماء إلا أن الذي أصفنا إذا لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية يسعب تماما أثيرت على الإرهابيين المصلحين الجاديين لأنهم يستغلون دائما الخلق الأمني ليضربوا هنا وهناك حتى لو تفارقوا بين ماذا وماذا نعم بحديثك بحديثك عن جماعات الإرهابية ماذا يمثل تطبيق مطاق المصالحة بالنسبة للماليين خاصة سكان مدن شمال مالي كيدال جاو وتنبوكتو التي كانت أكثر المدن التي وقعت تحت سيطرة المجموعة الإرهابية نعم يعني الحمد لله من أهم النتائج الاتفاقية على أن هذه المدن رجعت إلى سلطة الدولة معها كدال إلا فقط عن طريق الجلسة الأخيرة التي تمت منذ فترة بسيطة بقيادة وزير الخارجية الجزار حصده الله يعني الدولة رجعت مرة تنقى إلى كده لكن هي موجودة في بقية هذه المحافظات بعد الاتفاقية والحمد لله لهم لا يزالون لكن إذا لم يتسرعوا في تنفيذ حتى يكون شيئا واقعيا ملموسا لأن التخاوف كبير جدا في أن هذه المدن وهذه المناطق قد ترجع مرة أخرى إلى يد هؤلاء الإرهابيين كيف سيساهم كيف سيساهم تنفيذ هذا الاتفاق في تحييد هذه المجموعات الإرهابية نعم سيساهم لأن من بلود الاتفاقية أنه سيتم تجنيد أن يتم تجنيد حملة السلاح من المتمردين تنزع سلحتهم ويساكن بعدهم في الجيش المالي وبعدهم في وظائق فإذا تم ذلك يمكن أن تميز بين من هو عدو ومن ليس عدوك لكن حاليا الجماعات المواقعة على الاتفاقية أصناعتهم معهم لا ستكون تميزة بين من هو من المسلحين الإرهابين ومن هو صعب الآن التمييز لكن لو تم تنفيذ الاتفاقية أكيد هؤلاء سيسلم أسلاتهم ويتم تسكنهم في الجيش المالي فسيتعاون معا في محاربة هؤلاء الإرهابيين نعم طيب أستاذ بكاري كوني فرنسا تدخلت في مالي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وفي نهاية المطاف أشارت تقارير كثيرة بأنها سارعت إلى التفاوض مع مجموعات إرهابية وحتى لجأت إلى دفع الفدية لها في عدة مرات وهو ما يتنفى مع الأعراف الدولية طبعا ألا تعتقد بأن تدخل الفرنسي في مالي قد عقد أكثر نقول فرنسا هؤلاء خدعوا خدعوا الشعب مالي كأن رموا الغبارة على عينهم وفي أول مسيحهم ما شاء الله كل الماليين رحبوا بأنهم جاءوا ووصفوا بكل وص أنهم شعب الملقذ وآتوا كذا كذا لكن تبين أن هؤلاء مكرهم كبير جدا نعم ولذلك تجد سواء في المناطق الشمالية أو في الجنوبية في العظمة من هنا الآخر ترفع أصوات وخروج جماعات مظاهرات مثلا ترفع الأفلات الأفلات نريد خروج فرنسا لا نريد فرنسا يعني 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 هم خدعونا تماما يقول للدولة لا مفاوضات من الرهابيين لكن من أجل كيف أقول إطلاق صراحي رهائنهم تراهم يعني يتفاوضون مع الجماعات وتدفع أموال ثم بعد ذلك يقول ما في مفاوضات مرهابيين فحقا الشعب المالي اليوم أغلبية لا تريد تواجده وتريد أن يغادر هذا الضلط نعم هل اتفاق سلم الآن والمصالح في دولة مالي سيدفع نحو إخراج فرنسا من مالي لا هذا ليس فيه إلا أن فقط إذا تم التنفيذ بذي ممكن الشعب يضغط على الحكومة على أن تلغي الاتفاقية التي بينها لأن هناك اتفاقية أمن وسلام بين حكومة مالي وفرنسا بينها على ذلك لما هذه الاتفاقية موجودة لا يمكن بذل اتخراجهم لكن فقط يمكن لو تم تنفيذ اتفاقات المطرحة هذه بصورة جيدة والناس يرأوا النتائج على أرض الواقع بهذا يضغط جميع الاتفاقية بطوة الواقع على أن يوقف هذه تلغي مع فرنسا نعم طيب منذ شهر جوين 2020 تشهد مالي أزمة سياسية عقب لطاح لطاحب رئيس إبراهيم أبو بكر كايتا واستلام المجلس العسكرية الانتقالي للحكم في البلاد طبعا المجلس الذي نصب بهند ورئيس لقيادة مرحلة انتقالية برأيك كيف صاهمة الجزائر في مساعدة مالي على الخروج من هذه الأزمة المحقدة بالنظر للعلاقات بين البلدين جميل فحقيقة نحن نظر إلى الجزائر ليست نظرة يعني قليلة نظرة إلى الجزائر نظرة على أنها دولة شقيقة يعني ونقول أخت كبيرة ذات يعني خبرات يعني كبيرة جدا أن الجزائر خرجت من معذر كبيرة جدا مشاكل 1998 إلى التقرار رسما بعض ذلك إلى ثورة التي قامت وبعض ذلك ففعلا عندها خبرات جدا جدا فنحن نريد نسخة من هذه الخبرات فالمجلس العذكار عندنا هنا حكثا شباب يعني عندما ترى كلهم شباب حكثا ما عندهم خبرات كبيرة جدا ولهذا أنا أراج أن نسعين بفندو وكونه شيخ معين له خبرات لكن هذا لا فقط فلذلك شعب المال ينتظر من الجزائر حكومة وشعبا تزويدنا بالخبرات اللازمة وبالمساعدات اللازمة لكي يتم أو تتم هذه الفترة الانتقالية بنجاح فيه تخربات العلال لأن إذا فشلوا تتبونوا مشرة كبيرة جدا ننتظر الكثير الكثير منكم حتى إن شاء الله نخرج من هذه الفترة بسلام إن شاء الله أستاذ بكاري كوني هود إذن الدكتور هود بكاري كوني كنت معنا من العاصمة باماك والأستاذ المحاضر في جمعات الساحل شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم في الظهيرة وشكرا شكرا لك سيدي مشاهدين إذن الظهيرة تتواصل بعد هذا الفاصل ملف آخر بقو معنا